دكتور أسامة ونحن نتكلم عن افتتاح مسجد السيدة زينب بعد عمل التطوير اللي تمت فيه والتعاون الكبير ما بين مصر وطائفة البهرة وده مش التعاون الجديد طبعا هم موجودين في مصر منذ القدم لكن فيه تعاون مستمر خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2016 يوم أعمال خيرية كمان تمت التبرر لصندوق تحية مصر بالإضافة إلى تطوير مساجد قال البيت شكل التعاون عامل إزاي ما بين مصر موسالة طبعا في وزارة الأوقاف وطائفة البهرة وزارة الأوقاف تسابق الزمن في خدمة بيوت الله عز وجل وفي العناية بها وفي الحرص عليها وتهيئتها لرواد المساجد سبق افتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه من خلال هذا التعاون الذي يثمر تكاملا ويثمر شيئا من البر والنبل والوفاء لأهل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك تم افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه واليوم نشهد هذا العرس الكريم الجليل العظيم من خلال افتتاح مسجد السيدة زينب ربما يعني حضرتك لما تدخل المسجد في شيء بنسميه كده التطير والتعطير يعني حضرتك بمجرد ما تدخل المسجد تجد أجواء إيمانية روحانية ذوقية شيء كده يخلي قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى لا تنشغل بأي شيء من الشواغل سوى العبادة لله سبحانه وتعالى تحاول أن تفرغ القلب والعقل عن أي شيء سوى أن تكون في هذه اللحظات بين هذا الله سبحانه وتعالى فهناك تعاون مثمر وهناك تعاون أدى إلى هذا المنجز الحضاري العظيم الذي نراه والذي سنراه إن شاء الله رب العالمين يعني عايزين نتعرف من حضرتك على منظومة يمكن الترميم والبناء كانت عاملة إزاي الفترة اللي فاتت يمكن المساجد قال البيت التانية اللي هيتم افتتاحها في الفترة الجاية احنا عندنا احنا قلنا العصر ده عصر ذهبي في عدد المساجد وفي نوعية المساجد يعني نوعية البناء نفسه وصلنا إلى مرحلة أن نوعية البناء أصبحت نوعية تحمل ذوقا رفيعا وفنا للعمارة الإسلامية كما أشرنا منذ قليل نعم هناك مساجد قال البيت هناك مسجد السيدة سكينة هناك مسجد السيدة رقية هناك مسجد السيدة فاطمة النبوية هناك مساجد أخرى كثيرة مساجد كبرى أيضا السلطان حسن مساجد كما يعني ذكر في التقرير منذ قليل فهناك مساجد كثيرة جاري الآن العمل فيها وسيتم افتتاحها قريبا إن شاء الله رب العالمين طيب دكتور زيما بنقول أنه فيه اهتمام بكل المنظومة بشكل عام فيه إنشاء مساجد جديدة وبناء مساجد جديدة وتطوير المساجد القائمة وإحنا عندنا في مصر زيما حضرك ذكرت عدد كبير من مساجد قال البيت واللي منشأناها الترويج للسياحة الدينية إنعكاس ما يحدث على الترويج للسياحة الدينية خصوة أنه فيه ناس بتيجي كثير مصر لزيارة الأضرحة حضرتك يعني إذا ذكرنا نماذج سريعة منها مسجد سيدة زينب ومساجد قال البيت مسجد الصحابة في شرم الشيخ مسجد المصطفى مسجد الميناء في الغرد إلى غير ذلك من الأمور هذه المساجد نعم هي أداة رصينة من أدوات يعني الدعوة إلى السياحة الدينية والدعوة إلى أن تتعرف على مصر وأن تتعرف على هذه المحافظات العبقرية وهذه المساجد التي تم إنشاءها وتجديدها وصيانها بأيدي مصرية رصينة فلا شك أن لها دورة رئيسة في جذب السياحة ولها دورة رئيسة في أن يتعرف الناس على هذه المنجزات الحضرية في مصر ويتقربون من هذه المساجد ويتعرفون على أسباب إنشائها وأسباب صيانتها ويتعرفون أيضا على حرص الدولة المصرية على العناية والرعاية بمساجد عموما وبمساجد آل البيت خصوصا من الحاجات المهمة كمان هو ترميم المناطق المحيطة بالمساجد يعني بما أننا نتكلم عن السياحة فالنهار دا لما يأتي سياحة أو سياحة الدينية يعني لما يأتي سياحة يزوروا مسجد ويشوفوا مهم جدا أنهم يشوفوا المنطقة المحوطة بالمسجد شايف أعمال التطوير إزاي بهذه المنطقة؟ كانوا بيعلمون زمان أن في نوعين من القراءة قراءة تعلم وقراءة الطلاع قراءة التعلم دي بتصنع إنسان متخصص في فن من فنون العلم في معرفة معينة في مجال معين أما قراءة للطلاع فتصنع إنسان مثقفا يعني يجمع بين كثير من العلوم والمعارف فلم يكن الأمر مجرد الوقف عند حد المسجد وفقط أو حيز المسجد بل تعدى ذلك إلى المناطق المحيطة بها حتى نهيئ النفوس قبل دخول المسجد إلى هذه المناطق المحيطة بها وهذا يعطي أيضا إشعارا بأنك تقبل على مكان يتسم بالقدسية ويتسم بشيء من القربة من الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا الأمر يعني افتتاحات المسجد انعكست أيضا على المناطق المحيطة بها بشيء من الجمال والذوق الرفية